فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسموا لمادة متابعتهم وأعونوا على حصول مرضات الله في تركها نعم المطلوب من المسلم أن يخالف أهل الكتاب حتى ولو كان ذلك في الأمور العادية في الأمور العادية لأن موافقتهم حتى في الأمور العادية تجر إلى موافقتهم في الأمور الدينية نعم فمهما أمكن أننا نتميز فإن هذا واجب علينا قال الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فالمسلمون هم الأعلون فلماذا الأعلى يتنازل إلى الأسفل ويجحد ما أعطاه الله من الرفعة والمكانة فالمسلم يعتز بدينه ويعتبر أنه هو الأعلى الله جل وعلا جعل له العلو على أهل الأرض بالدين وبالعلم والكرامة التي أكرمه الله إياها فكل من كفر بالله فإنه الأسفل مهما كان فكيف يتنزل الأعلى إلى الأسفل المسلمين